يرى الميت في القبر شاهد ماذا يحدث لك لحظات مرعبة جدا بعد أن ينتقل الإنسان من حياته إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة البرزخ والبرزخ هي الفترة الانتقالية ما بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى وهذه الحياة لا ترتبط فقط بالقبور وحدها فهناك من يموت غريقا وهناك من يموت حريقا وهناك من يموت في حال لا يعلم ولا يدفن حياة البرزخ بمجرد أن ينزل هذا الإنسان أو يموت ويمر الميت بخمسة أحوال الأولى اسمها الضجعة وهي فترة انتقال الروح خروج الروح يكشف حينها الغطاء قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ويقبض الروح ملك الموت عليه السلام وملك الموت له أعوان قال تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون يعني ملك الموت وأعوانه وقد ذكر سبحانه القيامتين الصغرى والكبرى في صورة المؤمنون وغيرها من الصور وقد اقتضى عدله وحكمته أن جعلهما دارا جزاء للمحسن والمسيء ولكن توفية الجزاء الكامل إنما يكون في المعاد الثاني في دار القرار قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وفي المرحلة الأولى أي الضجعة يرى الميت الملائكة أمام عينيه تحتل الروح ترتفع إلى السماء السابعة إلى الأرض ثم بعد ذلك تعود إلى جسده فيحمل على الأكتاف والمؤمن كما ورد في الحديث الصحيح يقول قدموني 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 لأنه سعيد بما هو مقبل عليه من حياة جميلة رأى الملائكة بيض الوجوه ومعهم حانوت الجنة وكفن الجنة فعندها يكون سعيدا ويسعد بالموت بما هو قادم إليه بعد ذلك ثم تأتي المرحلة الثانية من مراحل البرزخ وهي مرحلة الضمة وهي ضمة شديدة على غير المؤمنين وضمة خفيفة على المؤمنين لكن لا ينجو منها أحد قال صلى الله عليه وسلم لو سلم منها أحد لسلم منها سعد بن معاذ وسعد رضي الله عنه هو الذي اهتز لموته عرش الرحمن تبارك وتعالى ولم يسلم من هذه الضمة وهذه الضمة توطئة للمرحلة التي بعدها لأنها مرحلة ثقيلة جدا وهي مرحلة نزول الملائكة تنزل الملائكة فيجلس الإنسان ثم بعد ذلك يسألانه ثلاثة أسئلة من ربك من نبيك وما دينك وهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنسان منقطع لا ذاكرة لديه إلا ما يذكره الله عز وجل ولذلك فإن المؤمن يقول مباشرة ربي الله دين الإسلام نبي محمد محمد يكررها لأنه عرف الإجابة عندها ننتقل إلى المرحلة الرابعة التي بعدها وهو جليس القبر وهذا في قبره جالس في قبره أو المرأة جالسة في قبرها فجأة ينزل عليه أو عليها رجل أو امرأة المهم شخص يؤنسه في قبره فهذا ينظر إليه فإن كان شكله جميلا ومنظره جميلا وحسنا يقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير وريحك الطيبة من أنت؟ فيقول أن عملك الصالح أنا صلاتك أنا صيامك أنا قيامك أنا ذكرك أنا تلاوتك للقرآن أنا دعاءك فعندها يسعد المؤمن ويفرح ويلازمه هذا الذي على شكل إنسان جميل وهو عمله الصالح إلى أن تقوم الساعة وإن كان ذلك الذي نزل إليه رجل أو امرأة سيئة الوجه أو سيء الوجه سيء الريح كريه المنظر كريه المعشر فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر فيقول أنا عملك السيء ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد والمرحلة الخامسة وهي المرحلة الأخيرة في مراحل البرزخ إن العبد يقال له انظر إذا كان من أهل الإيمان انظر إلى شمالك فينظر فإذا النار يحطم بعضها بعضا فيخاف فيقال له لا هذا مقامك لو كنت عصيت الله انظر إلى يمينك فإن نظر يرى فيقال هذا مقعدك لأنك أطعت الله عز وجل عندها يصيح يا رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي أما الآخر فإنه العكس ينظر إلى يمينه فيرى الجنة فيفرح ويستبشر مع أنه رأى العمل ولم يجب عن الأسئلة لكن يقال له هذا مقعدك لو أنك أطعت الله لكن انظر إلى يسارك فإذا نظر فإذا النار يأكل بعضها بعضا فيصيح ويخاف ويقال هذا مكانك لأنك عصيت الله ثم بعد ذلك يقول يا رب لا تقم الساعة لماذا؟ لأنه علم ما يحدث له في المستقبل هذه هي حياة البرزخ كم يجلس فيها الإنسان؟ آلاف السنين؟ ملايين السنين؟ الله أعلم لكنها سبحان الله عبارة عن نومة طويلة لكن نومة المؤمن نعيم ونومة غير المؤمن عذاب لأن بعض الناس يعذب في قبره مثل آل فرعون يعرضون في قبورهم على النار ليلا ونهارا وهناك من في حياة البرزخ بأن يمشط بأمشاط الحديد ومنهم من يسبح في بحار الدم المهم أنه يعذب وقد يكون على الجسد والروح لكن في الغالب هو على الروح أكثر من الجسد يجلس فترة حتى إن العباد إذا قاموا يوم القيامة يقولون قال كم لبثتم؟ قالوا يوما أو بعض يوم يعني يقول لبثت يوما أو أقل من يوم مع أنه جلس ألف سنة في قبره إذن هي حياة البرزخ تنتهي فترته عند النفخ في الصور والنفخ نفختان الأولى هي التي يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض ولا يبقى إلا الله جل وعلا فكل شيء هالك إلا وجهه لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر